بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة من الوحدة الثالثة الإقلاب ونبدأ بتعريفه لغة واصطلاحا أما الإقلاب لغة فهو التحويل أو قلب الشيء أو قلب الشيء بمعنى حوله عن وجهه إذن هذا هو المعنى اللغوي تحويل الشيء أي قلبه عن وجهه وأما اصطلاحا فهو جعل النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء يعني إذا أتانا نون ساكنة أو تنوين وأتى بعدهما باء فإننا نقلب التنوين أو النون الساكنة إلى ميم وسيتوضح لنا عند الشرح حرف الإقلاب له حرف واحد هو الباء وأما أمثلته فلنستمع إلى الأمثلة التالية من بعد نون ساكنة أتى بعدها باء فحولنا النون الساكنة إلى ميم ولفظناها من بعد عليم بذاته أتانا تنوين وبعده باء وذلك في كلمتين طبعا فحولنا التنوين إلى ميم ساكنة ولفظنا الباء باء فقرأنا عليم بذاته المثال الثالث أم بئهم نون ساكنة أتى بعدها باء إذن الحكم إقلاب نقلب النون الساكنة إلى ميم وتلفظ كما نشاهد أم بئهم وشاهدوا الإقلاب من التحفة قول صاحب التحفة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء غير أننا نلاحظ لا ينبغي كز الشفتين عند النطق بالإقلاب يعني ينبغي أن نترك فراغا بسيطا يعبر منه قليل من النفس عندما نلفظ الحرف فلا نطبق الشفتين إطباقا تاما بل نترك بينهما فجوة وأعيد المثال ملفوظا من بعده عليم بذاته أنبئهم هذا مثال على عدم كز الشفتين عند النطق بالإقلاب والحمد لله رب العالمين